أنقرة تؤكد جولة خليجية للرئيس أردغان إلى دول الخليج ضمن مساع دبلوماسية لحل الأزمة الدوحة تعد لمقاضات المسؤولين عن الجرائم الإلكترونية التي استدفتها بعد صدور التقرير يتهم الإمارات بالضلوع في قرصنة مواقع حكومية وإصابة عشرات الفلسطينيين إثر تجدد الاشتباكات مع شرطة الاحتلال في محيط المسجد الأقصى المبارك أهلا بكم قالت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردغان يعتزم القيامة بجولة خليجية تشمل كل من السعودية والكويت وقطر في الثالث والرابع والعشرين من الشهر الحالي وتأتي زيارة الرئيس التركي في إطار الجهود الرامية إلى حل الأزمة الخليجية عقب فرض ثلاث دول خليجية ومصر حصارا على دولة قطر منذ نحو شهرين في سياق متصل صرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم في كلمة له أمام نواب حزب العدالة والتنمية بأن بلاده سوف تلعب دورا لحل الأزمة بين قطر وبعض الدول الخليجية للمزيد من المتابعة نتحول إلى مراسلنا من إسطنبول لعدنان الظاهر عدنان ما الذي ستحمله الجولة الخليجية للرئيس التركي رجب طيب أردغان قبل قليل تم تأكيد هذا الخبر على لسان رئيس الوزراء بن علي يلدرم هذه الجولة سوف تكون في الثالث والعشرين والرابع والعشرين من هذا الشهر سوف يزور الرئيس التركي رجب طيب أردغان كل من الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة قطر طبعا هذه زيارة تأتي في ظل الجهود التي تبذلها أنقرة من أجل إيجاد حل الأزمة الخليجية اليوم رئيس الوزراء التركي قال أن هذه الأزمة ليس لها أي دواعي وهي غير منطقية وقال أنها تستهدف قطر بالتحليل وبالتالي فمنذ تفجر هذه الأزمة هشام تركيا تحاول أن تلعب دور الوسيط من خلال العديد من الاتصالات التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردغان مع عدد من قادة ورؤساء الدول الخليجية والأوروبية وأيضا تصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طبعا هذه المرة هذه الجولتات ربما للاطلاع أكثر عن قرب واللقاءات وجها لوجه مع زعماء هذه الدول لا سيما مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حيث سيحاول الرئيس التركي رجب طيب أردغان أن يلعب دور الوسيط ربما لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف والخروج وإنهاء هذه الأزمة الخليجية نحن نعرف أنه قبل أيام أيضا كان رئيس وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني زار أنقرة وتواصل مع النظير التركي مولود شاووش وغلو حول تداعيات هذه الأزمة الطرفان قال وأكد أنه لا يمكن حل هذه الأزمة إلا من خلال جلوس جميع أطراف هذه الأزمة على الطاولة واحدة وفتح جميع الملفات ومناقشتها كلا على حدة طبعا اليوم كان من مفترض أن تكون هذه الزيارة هشام في هذا الأسبوع لكن بحسب ما علمنا من مصادر خاصة فإنه كان هناك بعض الخلافات مع الجانب السعودي حول بعض القضايا وبالتالي تم إرجاء هذه الزيارة إلى الثالث والعشرين والرابع والعشرين من الشهر الجاري عدنا نضاع المراسلنا من إسطنبول شكرا جزيلا لك على مجمل هذه التفاصيل تعربت دولة قطر عن أسفها لما نشرت صحيفة واشنطن بوست حول تورط مسؤولين كبار بدولة الإمارات في قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني إن المعلومات التي نشرتها الصحيفة الأمريكية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ارتكاب جريمة قرصنة للموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية وضف أن هذه الجريمة تصنف دوليا من جرائم الإرهاب الإلكترونية وتعد خرقا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي مشيرا إلى أن نيابة العامة في قطر ستتخذ الإجراءات القانونية لمقاضات مرتكبي هذه الجريمة أو المحرضين عليها سواء كان ذلك أمام القضاء القطري أمام الجهات الدولية المختصة بجرائم الإرهاب الإلكتروني وكانت صحيفة واشنطن بوست قد نقلت عن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية قولهم إن حادثة اختراق وكالة الأنباء القطرية ومواقع حكومية أخرى كانت من تدبير الإمارات العربية المتحدة وذكرت الصحيفة في تقريرها أن المسؤولين الأمريكيين علموا الأسبوع الماضي بنتائج تحليل المعلومات التي جمعتها المخابرات الأمريكية وبيّنت أن مسؤولين إماراتيين على أعلى المستويات نقشوا خطة الاختراق في الثالث والعشرين من أيار مايو الماضي وجرى تنفيذها في اليوم التالي اختراق ثم خطاب مزور والإمارات هي الفاعل يقول مسؤولنا في الاستخبارات الأمريكية صحيفة واشنطن بوست تنقل عنه قولهم إن الإمارات العربية المتحدة تقف وراء اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية ونشر خطاب مزور لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الرابع والعشرين من مايو أيار الماضي والذي أشعل فتيل الأزمة الخليجية تنقل الصحيفة عن المسؤولين الأمريكيين قولهم أيضا إن المعلومات التي تم تحليلها حديثا والتي يمعتها وكالات الاستخبارات الأمريكية تؤكد أن كبار أعضاء الحكومة الإماراتية ناقشوا في الثالث والعشرين من مايو أيار خطة الاختراق وطريقة تنفيذها الصحيفة تقول أيضا إنه ما يزال من غير الواضح بعد ما إذا كانت الإمارات قد نفذت عمليات الاختراق بنفسها أم بالتعاقد مع فريق آخر المتحدث باسم السفارة القطرية في واشنطن لفت الانتباه إلى بيان أدلى به النائب العام القطري علبا في طيص المري في أواخر يونيو حزيران الماضي قال فيه إن قطر لديها أدلة على أن بعض هواتف الآيفون المسجلة في دول الحصار جرى استخدامها في الاختراق الخارجية الأمريكية امتنعد عن التعليق حفاظا ربما لسير التحقيقات فكما هو معروف فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي الـ FBI يعمل مع قطر للتحقيق في عمليات التسلل الإلكتروني تجددت المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى المبارك وأسفرت عن إصابة نحو خمسين فلسطينيا اندلعت المواجهات عندما حاولت قوات الاحتلال منع المصلين من إقامة صلاة العشاء عند باب الأصباط أحد مداخل الحرم القدسي واعتدوا عليهم بالضرب بالعصي والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية وتمكن الفلسطينيون من الصلاة في الطريق بين باب حطة وباب الأصباط بمشاركة مسؤولين من دائرة الأوقاف الإسلامية والقوى الوطنية في المدينة وأكد المصلون رفضهم الدخول إلى المسجد الأقصى عبر البوابات الإلكترونية التي وضعتها سلطات الاحتلال وتشبثهم بحق الدخول إلى المسجد عبر بواباته الرئيسية دون تفتيش أو دون قيود تتعارض مع حرية العبادة عبر سكايب والمزيد من المتابعة نرحب بالناشطة المقدسية فراس ديبز من البلدة القديمة سيد فراس مرحبا بك المتواجد أمام أبواب المسجد الأقصى ربما يلحظ ردة الفعل الغاضبة للفلسطينيين تجاه الممارسات الإسرائيلية والإجراءات الأمنية التي فرضت على مداخل الأقصى لكن تضعنا في الصورة أكثر مردود الفعل بداية نحن نتعصم على أهل المسجدات وما يدور هنا في باب المجلس أو أحد أبواب المسجد الأقصى وانتم ترون من خلق البوابات الإلكترونية وعدد من الجنوح الأسرائيليين الذين يتواجدون من خلقنا وهنا من محيطنا يوجد عدد كبير من الموظفين ونحن نضفو الأوقاف منذ الصباح الباك واليوم الثالث على التوالي نرفض يقول المسجد الأقصى المبارك عبر البوابات الإلكترونية وكما تشاهدون أيضا ما تتابعون هناك كان صفاق جماهيري كبير حول هذا القرار وهو بعدم دخول المسجد الأقصى المبارك عبر هذه البوابات الإلكترونية التي تريد فرض واقع جديد إذن نعتذر مشاهدين الكرام عن هذا الخلل الفني من المصدر إذن نعود إلينا من أمام المسجد الأقصى الناشط فراس لبس سيد فراس هل أنت معنا إذن نعتذر مجددا مشاهدين الكرام عن هذا الخلل الفني من المصدر ونواصل نشرتنا حيث وجهت المرجعيات الإسلامية في القدس المحتلة نداء إلى أهالي المدينة وفلسطين بوجه عام وطالبت المرجعيات الممثلة برئيس مجلس الأوقاف الإسلامية ورئيس الهيئة الإسلامية العليا ومفتي القدس والقائم بأعمال قاضي القضاة طالبت أهل القدس وفلسطين برفض كافة إجراءات العدوان الإسرائيلي جائرة المتمثلة في تغيير الوضع التاريخي القائم بما فيها فرض البوابات الإلكترونية على أبواب المسجد كما طالبت المرجعيات الإسلامية الأهالي بعدم التعامل معها مطلقا وعدم الدخول من خلالها إلى المسجد ودعت لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والتعبد فيه وأداد الصلاة أمام أبوابه وفي شوارع القدس وأزقتها إذا وصلت سلطات الاحتلال فرض المرور عبر البوابات الإلكترونية وكانت وزارة الثقافة في قطاع غزة قد نظمت وقفة احتجاجية للتنديد بممارسة قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى ومدينة القدس وقال وكيل وزارة الثقافة أنور البرعاوي إن الاحتلال يسعى إلى تمصي هوية المدينة المقدسة التاريخية والثقافية ويحاول تغيير معالمها في إطار صراع ثقافية الشباب العربي والشباب المسلم لسنا بحاجة إلى البكاء أو التعاطف وإنما نحن بحاجة إلى أن نفهم أن المعركة مع هذا العدو هي معركة ثقافة وأن ما أخدم عليه إنما يندرج في إطار الصراع الصراع الحضاري بين الإسلام وغير الإسلام قتل أربعة أشخاص في تفجير انتحاري بسيارة ملغومة استدفت حاجز المناجير تابع لقوات الأمن الداخلية الكردية المعروفة باسم الأسايش قرب بلدة تل تمر في ريف الحسكة وأوضح نشطون أن عنصران من الأسايش ومدنيين اثنين قتلوا جراء التفجير الذي أسفر أيضا عن إصابة عدد من المدنيين بجروح فيما لم تتبنى أي جهة حتى الآن مسؤولية العملية أعلنت قوات النظام السوري سيطرتها على حقول الرملان والديلعة والبسان النفطية وحقل زملة للغاز في ريف الرق الجنوبي جاء ذلك عقب معارك بين قوات النظام ومقاتلي ما يسمى بالدولة الإسلامية تراجع خلالها مقاتلو تنظيم عن مساحات واسعة في المنطقة وفق ما أفادت به وسائل إعلام النظام الرسمية أجدر بالذكر أن قوات النظام السوري باتت على بعد خمسة وعشرين كيلومترا فقط عن الحدود الغربية لمحافظة دير الزور ضمن حملتها العسكرية المدعومة بالميليشيات الأجنبية وطيران الروسي حيث سيطرت على مناطق في ريف حلب الشرقي وغربي محافظة الرقة وجنوبها قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الاتفاق الذي توصلت إليه بلاده والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مناطق خفض التوتر في سوريا سيراعي مصالح إسرائيل جاءت تصريحات لافروف هذه ردا على اعتراض الرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الذي قال إن الاتفاق يقوي إيران وأكد الوزير الروسي أن الاتفاق تم بعد التشاور مع كافة الأطراف المعنية بمن فيهم إسرائيل مشيرا إلى أن الإسرائيليين اطلعوا على كافة تفاصيله ومحتوى يعاني أكثر من ثمانين ألف لاجئ سوري في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية يعانون من الحر الشديد مع نقص المياه والخدمات الطبية وانتشار الأوبئة والأمراض ما أدى إلى حالات وفيات بين الأطفال وأحثت منظمات نسانية وإغاثية المجتمع الدولي على التحرك العاجل من أجل تحسين ظروف عيش اللاجئين في صحراء ممتدة تلهبها أشاعة الشمس الصارخة يبحثون عن الماء صحراء قاحلة وجدوا أنفسهم فيها بعدما نزحوا بعيدا عن بلداتهم المنكوبة فكان العطش والفقر والجوع والحرمان لهم بالمرصاد هو مخيم الركبان بقعة فاصلة بين الحدود الأردنية السورية أصبح خلال سنوات قليلة وجهة يفر إليها السوريون هربا من المعارك الدائرة في وطنهم هذه البيوت الرملية التي لا تقي كثيرا من حرارة شمس الصحراء باتت اليوم تضم ما يناهز الثمانين ألف نسمة ثمانون ألف نازح يعانون كل أشكال الحرمان مع شح المياه ونقص المواد الغذائية وسوء الأوضاع الصحية معاناة يدفع ثمنها أمثال محمد ومايا وفاطمة وريمة أطفال لم تحتمل أجسادهم الصغيرة الأوبئة والأمراض وسوء التغذية خاصة بعدما لم يتمكنوا من الحصول على المساعدات الغذائية اللازمة رغم مناشدة أهالي المخيم المنظمات الدولية والإغاثية مرات عدة صارخة مزدوجة أرسلها أهالي مخيم الركبان علصداها يصل إلى المنظمات الدولية من جهة والحكومة الأردنية من جهة أخرى خاصة بعدما شددت الأردن الخناق على المخيم بعد التفجيرات التي شهدها منذ عدة أشهر فيما تحول الخط الفاصل بينهما إلى نقطة تجارية تستغلها فصائل مسلحة لبيع المواد الغذائية مخيم جديد كارثة جديدة والسوريون هم نفسهم الذين يدفعون الثمن قصاوة حرب من جهة وقصاوة طقس مبشر من جهة أخرى فيما تبقى الأذان سماء تأبى سماع صوت يصدح مطالبا بأقل الحقوق الإنسانية تتابعون في هذه النشرة أيضا إعلام دول الحصار أدوات للتحريض وانهيار للمهنية أهلا بكم من جديد أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف عن أمله في أن لا يؤدي الصراع في اليمن إلى مواجهة مباشرة بين إيران والسعودية وقال ضريف في كلمة أمام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك إن إيران ترغب في العمل مع السعودية لإنهاء صراعات الدائرة في اليمن وسوريا رغم الخلافات بينهما كما وصف استفتاء تحديد مصير كوردستان العراق بأنه خيار خاطئ إذا كنا لا نتفق مع بعض بشأن الوضع في اليمن أو سوريا فذلك لا يمنع من أن نعمل سويا لإنهاء تلك الأوضاع نعتقد أن لا أحد يمكن أن يعد رابحا من استمرار الصراع في اليمن نعتقد أن الاستفتاء في كوردستان ليس خيارا صائبا ومن شأنه أن يثير توجهات متنافرة في العراق وإحداث وضع كارثي في ذلك البلد وليتوقف عند السكان الأكراد استعد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية السيطرة على قرية الصيار في منطقة السلو بمحافظة تعز جنوبية اليمن والتي كانت خاضعة لسيطرة الحثيين في وقت سبق وقالت مصادر ميدانية أن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين سيطرة على إثرها الجيش والمقاومة على قرية الصيار في سياق المتصل تتواصل المواجهات العنيفة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة ومسلح الحوثي وصالح من جهة أخرى في جبهة حام شمال محافظة الجوف شمال شرق اليمن نظامت أسر المعتقرين في المحافظات الجنوبية والشرقية من اليمن والتي تشرف عليها الإمارات العربية المتحدة نظامت وقفة احتجاجية أمام مقر صليب الأحمر بالعاصمة صنعاء وأدان المحتاجون استمرار عملية الإخفاء القسري وتعذيب المعتقرين خاصة في محافظتي عدن وحضر موت حيث يتعرضون لمختلف أنواع التعذيب وفقا لتقارير وثقتها المنظمات الدولية المعنية التي أشارت إلى وجود سجون ومعتقالات سرية أنشأتها الإمارات في تلك المحافظات وتحتجز فيها المئات من السجنة سبب مجيئنا إلى هنا أبنائنا المأسوري المعذبين في السجون الإماراتية في عدن في مارب التعذيب الجسدي الذي لا يرضى بأي إنسان ونطلب من مجلس الأمن ونحمل الصليب الأحمر في اليمن نحملهم المسؤولية الكاملة بتعذيب أبنائنا لي المزيد من المتابعان نتحول إلى العاصمة اليمنية صنعاء ينضم ولينا من هناك مراسلنا نبيل اليوسفي نبيل لك أن تضعنا في صورة آخر التفاصيل وتطورات الميدانية في اليمن اليوم نعم هشام إلى الآن لا زالت تتواصل الاشتباكات العنيفة ما بين الجيش والمقاومة التابعة للرئيس هادي من جهة والحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة في منطقة الصلو بمحافظة تعز جنوب اليمن بعد سيطرت المقاومة على منطقة الصيار وهي تابعة لمنطقة الصلو كانت بعض اشتباكات عنيفة سقط على إثرها قتلى وجرح من الطرفين ومن المعلوم أن هذه المنطقة منطقة الصيار ما بين كر وفر المعارك فيها حيث أحيانا تسيطر عليها المقاومة وتستمر لبضعة أيام ثم سرعان ما تسيطر أو يسيطر عليها الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح كذلك هناك اشتباكات في مناطق الوازعية وموزع وكذلك جبهة المخى على ساحل البحر الأحمر حتى الآن هناك اشتباكات متواصلة ما بين الطرفين الأكثر مأساوية في الأمر هشام هو الوضع الإنساني للنازحين وبالذات في منطقة الحجرية أو مناطق الصل وكذلك المناطق الأخرى بمدينة تعز جنوب اليمن حيث ينتقلون هربا من مناطق الصراع إلى مناطق أخرى في الشمالتين وسرعان ما تندرع الاشتباكات هناك أكثر من ستة وأربعين عائلة تقاسي الأمرين تفترش الأرض وتلتحف السماء في ظل نقص لكافة الأشياء التي تحتاجها الأشياء الأساسية وهناك وضع إنساني وفي ظل كذلك عدم مصور المنظمات المحلية إلى تلك المناطق التي تدور فيها الاشتباكات في هذه المناطق هشام كذلك الاشتباكات تتواصل حتى اللحظة في منطقة حام وهي في محافظة الجوف شمال شرق اليمن ما بين كذلك الحوتين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة وكذلك المقاومة التابعة الرئيس هادي من جهة أخرى الطرفان يقولان بأنهما أحرز تقدما في هذه المعارك غير أن المعارك بحسب مصادر ميدانية متطابقة تقول بأنها ما بين كرن وفر من الجانبين وسط سقوط قتلى وجرح من الطرفين نبيل يوسفي مراسلنا من صناعة شكرا جزيلا لك في الشأن اليمن أيضا نفى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة وجودانية لاستبدال المبعوث دولي الخاص إلى اليمن إسماعيل والدشيخ أحمد وقل إنه يمارس مهامه بشكل طبيعي وكان المتحدث باسم جماعة الحثيين ورئيس وفدها التفاوضي محمد بن عبد السلام أو عبد السلام قال إن الأمم المتحدة بصدد استبدال مبعوثها إلى اليمن إسماعيل والدشيخ أحمد وطلب الأمم المتحدة باستبدال والدشيخ بسبب ما وصفه بأخطائه السابقة في اليمن والآن مع جولة في أخبار المال والأعمال قالت الواشنطن بوست في تقريرها الأخير الذي خصت به الأزمة الخليجية أن الحصارة المفروض على قطر من الدول الأربع وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين يواجه إخفاقا محققا إذ تستمر إمدادات المواد الغذائية بشكل طبيعي عبر الموانئ والمطارات القطرية بالإضافة إلى الإخفاق الكبير الذي يواجه الحصار من خلال تعزيز العلاقات القطرية مع قوى إقليمية مثل إيران وتركيا وبقاء أضوين من دول مجلس التعاون الستة هما الكويت وعمان خارج الحصار فرض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في غرامة قيمتها 246 مليون دولار على البنك الفرنسي بي أم بي باريبا بسبب ممارسات غير أمنة وغير سليمة في أسواق الصرف قائلا إنه اكتشف قصورا في إشراف البنك والرقابة الداخلية لمتعامليه وتمثل الغرامة أحدث إجران يتخذه الاحتياطي الفدرالي في إطار عملية مستمرة منذ فترة طويلة للتصدي لعمليات التلاعب في الأسعار بأسواق الصرف والتي أدين فيها عدد من البنوك بالتلاعب بالتعاملات التجارية للعملات نعتذر عن هذا الخلال الفني مشاهدين الكرام ونواصل نشرح حيث كشفت الأزمة الخليجية عن اختلالات كبيرة في أسلب عمل عدد من وسائل إعلام دول الحصار وتزمن اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية مع بدء حملة منسقة وتحريضية ضد قطر من قبل عدد من المؤسسات الإعلامية التابعة لتلك الدول في انتهاك سافر لأبسط القواعد المهنية المتعرف عليها أنتم نشرتم عدة تغريدات على مدى الأيام الماضية قصة المعارض القطري المزعوم الدكتور سعود بن ناصر آل ثاني ذي الشخصية الوهمية تأتي ضمن صياق الأخبار المختلقة التي صاحبت الأزمة الخليجية في أيامها الأول المعارض المزعوم الذي لم يعد يذكر الآن ظهر أول ما ظهر بالصوت لا بالصورة على قناة التن المصرية ليكيل لقطر وللنظام الحاكم فيها ما يكيل من تصريحات غير موثقة والدعاءات توترت العلاقة بين قطر وشقيقاتها وجاراتها وحليفاتها ثم التقطت النسخة السعودية من صحيفة الحياة اللندنية خيط الخبر الزائف ونسجت على صفحتها الإلكترونية لقاء مطولا مع هذه الشخصية زعيمة أن الحوار تم عبر الهاتف في تعارض واضح مع أصول المهنية والنزاهة والمصداقية لم تسع أي من وسائل الإعلام التلك إلى البحث عن أصل هذا الرجل أو التواصل معه عبر الصوت والصورة في حال افترضنا حسن النية والخطأ غير المقصود لا يبدو من الحال الذي آلت إليه الأزمة الخليجية أن أسلحة الحرب النفسية والدعاية الإعلامية الكاذبة ألا تعتمدتها دول الحصار قد أتت بأي من ثبارها ليس فقط لمجانبتها جانب الحق والحقيقة ولكن ربما أيضا لركاكة أسلوب صناعة الكذب والآن إلى جولة سريعة في أهم أخبار الرياضة اعتقل رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم أنخل ماريا فيار صباح اليوم من قبل الحرس المدني الإسباني وذلك على خلفية قضايا لها علاقة بالفساد وأكد مصدر قضائي أن فيار البالغ من العمر 67 سنة وهو لاعب دولي سابق كان محتجزا للاشتباه في استغلال منصبه لاختلاس أموال من اتحاد الإسباني وهي واحدة من الاتهامات الموجهة إليه فيما ألقي القبض أيضا على نجل فيار ومسؤول كبير في الاتحاد الإسباني في التحقيق للاشتباه بتلاعبهما بنتائج المباريات على الصعيد الدولي عقد نادي يوفانتوس يوم أمس مؤتمرا صحفيا في مدينة تورين الإيطالية وقدم خلاله لاعبه الجديد البرازيلي دوغلاس كوستا المعار من باير ميونيخ لموسم واحد مع خيار الاتحاق بشكل دائم بعد ذلك كوستا أثنى على ناديه الجديد وكشف عن أن رغبته في الانتقال مبعثها هو اللعب بشكل منتظم لتعزيز فرصه في اللعب ضمن متخب بلاده في كأس العالم 2018 فاز الفرنسي ستيفان بيتر هانسل سائق فريق بيجو بسباق المرحلة التاسعة من رالي طريق الحرير وحل بينج لونج سائق فريق بيج موتورز رايسنج في المركز الثاني بفارق 22 ثانية من بيتر هانسل هذا وشهد سباق المرحلة ذاتها تعرض الفرنسي سيباستيان لوب سائق فريق بيجو إلى حادث أخرجه من السباق بعد 84 كيلومترا لتتضاء الحظوظه في الفوز باللقب دعت المعارضة في فينزولا إلى اضراب عام الخميس المقبل لمدة 24 ساعة وذلك غداد تنظيمها استتاء شعبيا رمزيا ضد مشروع الرئيس نيكولاس مادورو لانتخاب جمعية تأسيسية وقالت المعارضة إن الإضراب يأتي بهدف الضغط على الحكومة وحملها للتراجع عن هذه الخطوة هذا وأعلن البيت الأبيض دعمه للاستفتاء الذي أجرته المعارضة واعتبرته بمثابة إعلان لإدانة النظام وقد تخلل الاستفتاء إطلاق نار أمام مركز تصويت في كاركاس ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح أصدر مركز الإنذار المبكر من سنامي في المحيط الهادئ تحذيرا من إمكانية حدوث أمواجم الدنعاتية على السواحل الشمالية للمحيط وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أعلنت أن زلزانا قويا بلغت قوته 7.4 درجات قد هزى المناطق الواقعة بين جزر ألوشيان في الألسكا وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية شمالية المحيط الهادئ وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق نحو عشرة كيلومترات فقط تحت قاع البهر وهو عمق ضحل من شأنه أن يضاعف تأثير الزلزال ويشمل التحذير من وقوع السنامي على السواحل الواقعة في دائرة شعايها 300 كيلومتر حول بؤرة الزلزال ختام نشرة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة